السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلي على محمد النوال واصحابي يا جميل. ان شاء الله في الفيديو نعمل تطبيق يعني ادفانزت شوية عن HTML و CSS. هنعمل اكورديون. هنعمل اكورديون بال HTML و CSS زي اللي قدامنا ده بالزبط بازن الله. اللي هو لما تدوس مسلا على البلوج يفتح لك الكنتنت بتاع البلوج ويقفل الباقي. هدوس على الكنتاكت نفس الكلام. هدوس على الهوم نفس الكلام. هعمل كل ده بالHTML وال CSS بازن الله من غير اي جيكويري ولا جواسكريبت ولا اي حاجة خلاص ان شاء الله. فمحتاجين نركز شوية عشان فيه شغل شوية. اول حاجة خالص هعمل وليكن هسميه اللي هيشيل الليلة دي كلها. وليكن مسلا كونتنت. اللي هيشيل المحتوى كله. طيب الكنتنت ده هيكون في ايه? هيكون فيه دي عبارة عن يعني. ده مسلا ديف جوا الجزئية دي والجزئية دي. وده ديف جوا جزئية الهيدنج والبراجراف ونفس الكلام. طيب فانا هعمل ديف اللي هيشيل المسلا اللابل او الديف ده اللي هو جواه البراجراف والهيدنج. طيب. دلوقتي انت بتقولي لما انا بدوس على ده هو بيخفي الباقي. بيخفي الكنتنت بتاع الباقي. هدوس على ده بتاعت ان انت تدوس على حاجة يخفيها من الباقي. دي جاية من الامبوت. جاية من الامبوت. طيب الامبوت ده نوع ايه? الامبوت ده نوع ايه? الامبوت ده نوع وريديو. عارفيني تشيل بوكس وريديو? مش انت مسلا لما تيجي تعمل جندر. عندك الميل والفي ميل. مفروض تختار واحد. فانت لازم تختار واحد فبتعملها الطيب بتاعه وريديو. فاحنا هنعمل نفس الكلام هنا. لما انت تختار واحد هو بيتشامل على التاني. فانا الاختار ده يتشامل على التاني. ده باستخدام ايه? باستخدام الامبوت. هنفهم ده كل حاجة. هكتب هو امبوت. ودي له مسلا الطيب بتاعه اللي هو قلنا عريبة خلاص ريديو. طيب. الطيب ريديو. هدي له ايه تاني? هدي له لازم اي دي. لان كده كده اصلا هاخفر الراديو ده. وهشتغل على الليبل بتاعه. هدي له اي دي. ليه اي دي? وليكن هسميه مسلا اكورديون واحد. هعمل لابل تاني. واقول له الفور بتاعك الاي دي ده. ليه بقى عملت الحركة دي? عشان لما اجي ادوس على الليبل اكين دوست على الامبوت. ربطتهم ببعض. عملت ريفرانس. بقول له لما ادوس على الليبل يحدد الامبوت ده. عارف ازاي عارف من خلال الفور والاي دي. بدليل اهو. كتبت هنا اي حاجة. اللي هي بسلا اول حاجة عندنا لهم. هسيف اهو. واروح اعمل الرفريش في الصفحة بتاعتنا. دوست على الهم عملي فعلا على الشيك على الايه? على الراديو ده. ما دوستش انا او لان عايز دوس هنا هيعمل نفس الكلام. عايز دوس هنا اعمل نفس الكلام. لكن لو شلت الفور ودوست على الليبل مش اعمل حاجة. ليه? لان الفور دي هي الاساس بتاعت الحتة دي انت دوس عليها. يعمل ايه? يعمل الشيك على الامبوت ده. رابطهم ببعض الفور والاي دي. كلام جميل. كده ناقص احط المحتوى في اي حاجة. وليكن احطه في سيكشن مسلا. ودي له كلاس اي حاجة ساميه مسلا. اه اكورديو مسلا او اي حاجة اي سي سي واحد مسلا. ده هيكون جواه بارا جراف وليكن الليلوم ابس بتاعتنا مسلا عشرين مسلا كلمة. بتكتب كده الليلوم مسلا عايز عشرين كلمة تكتب عشرين ودوستاب. فهو يعمل لك كل حاجة عشان انا مسطى بحاجة اسمها الامبت وعندنا قلتها ازا مرة عندنا في القناة بتاعت شرح الامبت ده الفضل الله. طيب انا بقى هكرر الجزئية دي تلات مرات. هكرر الجزئية دي تلات مرات اهو. هاخدو كوب اهو. ادي التاني ادي التاني. هغير طبعا كل حاجة. هتبع ده اتنين. وده اتنين. وده اتنين. ونفس الكلام هنا هيبقى ده. تلاتة. تلاتة. هسايف او. وعمل ليروت. كلام جميل. دست على الهم هنا اختار ده. دست충 هم هنا اختار ده. دوس تعال هم هنا اختار ده. تعالوا مغير ايه الكلام? واللي اكون ده نسميها كونتاكت. واللي فوق هسميها ايه? زي ما قلنا? البلوك. هدي الوقت تمام. دست هنا اختار ده. دست هنا. اختار ده. دست هنا اختار ده. وده قلط. لازم لما تدوس انت اعتبره ده ده جندر ميل وف ميل. هل ينفع اختار الاتنين? لا. ازاي اختار واحد? فيتشال من على التاني. اوتيماتيك قلي باستخدام الاتريبيوت اللي اسمه نيم. اي امبوت لازم ياخد نيم. فتقول له نيم لازم التلاتة امبوت ياخده نفس النيم. بحيث ان هو اده يختار حاجة واحدة بس. يعني انت بس انا عندك مسلا محمد عند مسلا ولاية محمد ومحمد محمد فانت رفض اندها مرة واحدة ممكن يجو التلاتة. بس انت عايز بقى تحذر كل حاجة فيهم. فالامبوت نفسه عشان هو يختار حاجة واحدة منهم لازم يتسمه بنفس الاسم التلاتة. ولي ايه اكو النيم ده لما يدوس على حاجة هو مش عارف هيختار انهي. فيختار واحد بس. دي الفكرة بتاعت النيم. هدي الولو ده هدوس على النيم هنا فيختار ده. هدوس هنا يختار ده وتشال من هنا. هدوس ده يختار من هنا وتشال من هنا. هنا دي الفكرة بتاعت النيم. هدوس هنا فيتشيل من الباقي. هدوس هنا فيتشال من الباقي. دي الفكرة. الباقي كله اللي هعمله بقى استايله. يعني احنا كده عدينا نص ليه خمسين في المئة من الدرسة. اللي بقى كله بقى. تمام جدا. نيجي بقى الستايل ببساطة الشهيدة جدا. اول حاجة خالص. انا محتاج اقول يعمل حاجة الكنتنت انت. الكنتنت مسلا احدد له معين. وقال ليكن خمسمائة بيكسل. وقال له مرجن اوتو. بحيس ان كل حاجة تيه كده ايه? في النص. هل انا محتاج دلوقتي الليبل ده? اصدي الامبوت ده? لا مش محتاجه. انا هدوس عليه خلاص. انا عرفت ان انا بتشك من خلال ده. من خلال الليبل نفس. فخلاص. يعمل كنتنت. اي اي امبوت جواك. اي امبوت جواك اللي هو بتاع الراديو ده. يعمل لي ايه? هو كده 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 كربت طيب راديو ما كتبتش هو امبوت فيش غير امبوت ده بس. دول ايدو دولو بتاعك نام. انا مش عايز بسلا خالص حتة الامبوت ده. انا كده خلاص عرفت لما دوس عادة بيختار داع عادي جدا. طيب حلو. هنيجي مسلا نحدد الليبل. ندي له اي حاجة معاينة مسلا بسيط كده. هقول له الكنتنت بتاعي. ما نساش ان ده كلاس. انا اسف اهو. هقول له اول حاجة الليبل. انا عايز اعمل مسلا ستايل معاين. وليكن مسلا هدي هاي مسلا خمستاشر بيكسل. واللاين هاي بحيس ان الكلام اللي جواه يكون نفس الوستن بالزبط فوق وتحت فبتدي اللاين هايد نفس حجم الهايد. وهدي مسلا طبعا احنا عارفين ان الليبل بتاعه آآ اللاين فانتان تدي بلوك. عشان يقدر ياخد الويتس بتاعه مية في المية. اخر حاجة هادهاله هو ليكن باك جراوند مسلا معين كده. هقول له بتاعتك. مسلا يعني تلاتة. والكالر اللي جواك هيكون باللون اللا بيض مسلا. هسايف كده شوف الشكل. اه دي كلام جميل جدا. تعاون ندي مسلا بادينج. بادينج مسلا عشرين بيكسل حلو قوي. كلام جميل جدا. نيجي بقى للايه? طبعا ناس حاجة ان انا اعرف اكيني هدوس على ده. فاقول له الكاروزر بس بتاعك في انتر عشان اكينه اقدر ادوس عليها. هدي تمام جدا محيس ان ادوس عليه يزهر لي الكنتنت بتاعه. تمام جدا. طيب نيجي لي الكنتنت الايه بقى? لمسا ممكن تعمل افضل مش مشكلة ادواتي مش حكايتنا. عايز اقول له احنا خافينا الانبوت عايز اقول له بقى يعمل حاج لما يجي الكنتنت بتاعي السيكشن اللي جواج او اللي هو احنا اديني ايه? اه السيكشن بتاعي هنديله واسعا استيرات معينة. السيكشن ده هديله استيرات معينة. وليكن اول حاجة خالص لازم تبقى عارفها. اول حاجة خالص لازم تبقى عارفها ان الهاي بتاعك ده لازم يكون مغفر. يعني اصلا ما يكونش فيه ظهر حاجة. ما يكونش فيه ايه كونتنت ظهر غير الاولاني ده. فانا هقول كل السيكشن بتاعتي الهاي بتاعي زيرو. كل السيكشن بتاع الهاي بتاعي زيرو. بس الكلام ظاهر. طب ده ليه? اه ما هو. انت اه المسلا مفيش هاي وانت حايت محتوى فيه فاكيد هيزهر للمحتوى. طب انا عايز اخفي المحتوى ده. انا مش عايز ايه حاجة تظهر براك يا عم السيكشن. ايه الحاجة اللي بتاعي من كده? تقول له يعني اي حاجة برا الهاي بتاع السفر ده ليختفي. فكل حال اختفت اهي. جلام جميل جدا. نايس ايه? نايس ان انت تقول لما اجي اتشك كده يظهر ايه? الهاي بتاع الدف ده او اللابل ده. اعمل كده ازاي? ده النص التانية من الدرسة بقى. اللي هو انت لما انا ادوس على تشك كده. يجيب لي اللابل اللي تحتيه او قصدي السيكشن اللي تحتيه ويظهره. هكتب كده بطريقة بسيطة جدا نمكز مع بقى. هقول له اعمل حاجة. اول حاجة خالص. ان انا لما اجي اعمل اهو. لما اعمل على الانبود اتشكد. لما اعمل على الانبود اتشكد. ايه اللي يحصل? يدي للسيكشن. يدي. للسيكشن بتاعي. لازم يدي له هاي معين. يعني انت لما تعمل كده. الحارقة البسيطة دي. يدي لي بقى هاي من خلالها. يعني ايه? يعني بقول له. لما انا اعمل امبود. لما اعمل تشك دي يحددلي السيكشن. انت عايز اني السيكشن? انا عندي تلاتة سيكشن. كل سيكشن وااخد كلاس. انا عايز احد اول واحد خلص. هقول له السيكشن ده مسلا. هدي له هاي معين. هقول له السيكشن اللي واخد كلاس اسمه ايه سي سي واحد. ادي له هاي يعمل حاجة وليكن مية وخمسين بيكسر. هعمل ريلوود او. وادوس ريفريش. حصل حاجة لأ. طب هو يحصل امتى? لما اتشك. هدوس تشك برضو مش يحصل حاجة. مفروض. لما اه لا خلاص انا كنت انا اسف. الحركة دي معناها ايه? الحركة دي معناها ان بقول له جيت هنا او. بقول له يا عمي الانبود ده. لان اعملت عليك تشك. شوف الاخوات ليك. كلمة العلامة دي. اللي هي الجنرال سيبلينج سيلكتور. الاخوات اللي بعديك كلهم هاتلي منهم السيكشن. الاخوات اللي بعديك كلهم هاتلي منهم السيكشن. فخلاص ترامة كتبتها هتشتغل. يعني لو اشرتها كده هو مش يعرف اني سيكشن. انا عملت اليوود ده او. برضو فيش حاجة عصير. لازم تقول الحرجة دي تقول له هاتلي الاخوات اللي بعديك. هاتلي منهم السيكشن اللي واخد الكلاس اللي اسمه ايه سي سي واحد. فخلاص هيحديد السيكشن ده ويدي له هاي معين. امتى يدي له هاي ده? لما اعمل تشك. لما اعمل تشك كده. طيب. تعالوا وليكن على سبيل المسال. ندي مسلا الانبود. انا قلت عايز اعمل هنا مسلا نوليكن باجراوند هنا او. اللي هو مسلا التلاتة بي. والكالر بتاعي مسلا اللون اللي هو اتنين ايه اللي هو ده. شبه اللون الاسود ده كده او دست هنا. تمام يعني اعمل ماشي. مقبولة شوية. الحكاية مش الفكرة فيه ازاي تدوس. يشيل من عالباية ويشتغل. ده احنا عملناها بفضل الليلة. لما دست هنا. ايه اللي حصله? شال الايه? شال اللي تشك بتاع اللي فوق. ليه لانه? لانه اعمل اعمل اتشك ده. لما تشك على حاجة بتشل من عالباية. باستخدام ايه? النام اللي احنا هوناه في اول الفيديو خلص. طيب حلو احنا بقى عايزينه ما يتشلش بايه بآ من غير اي حركة لازم يتشل بالراحة بطلقة سموسة. اعمل كده ازاي? استخدم الترانزيشن. فاستخدم الترانزيشن ازاي? ببساطة هتقول له كده. اي كونتينت او اي كونتينت اي سكشن بعديك? السكشن بشكل عموم لكل السكشن. هتستخدم الترانزيشن بتاعي. بتقول له الترانزيشن مسلا على الهاي. انت عايز تعمل ترانزيشن على الهاي. مسلا تلاتة سكند. وبطريقة اللي هو يبدأ بالراحة ويسلع في النص وينتهي بالراحة. هعمل هدوس هنا. تمام جدا هدوس هنا. خفاة برضو ايه? بس يعني من غير سموس. از ليه بقى? لان ده خفز فشلhos تعمل عليه الشيكد. انا بادوس على حاجة فشل من عادةاد شيكد فشله بسرعة. انا عايز اعملها برضو على ان يكون مش الشيك برضو. يعني اعمل ايه져 كنفيس الكلام. يعني هو سواي الشيك سواء الانبود او مش الشيك. فلازم تعمل الترانزيشن ده. على. كل حاجة كل سواء اللي هي بحيس ان انت لما تدوس هيكون عامل الشيك. او مش بحيس ان تاسل مش دايز. فلما يشيل الهاي بتاع الباقي اللي هو مش عامله الشيك يشيله برضو بطريقة ايه? اسموز. اعمل اللي هو ده اهو. هدوس على الهاي. هدوس هنا. نفس الكلام بالزبط. فانت لما دست هنا ده عمله الشيكت. فهو ساعتها اشتغل على ده. اه انت عامل اي حاجة الشيكت. السكشن اللي بعديه يظهر بطريقة اسموز. فاشتغل على ده. طب انت لما تدوس على ده هل ده معموله الشيكت? لا مش معمول الشيكت. فخلاص ايه? السكشن. عندي مرة واحد. ومرة اتنين. ومرة تلاتة. عايز انت بقى تزود. الهاي بتاعك. ولكن هنا مية وخمسين. هنا مية وتمانين. هنا مش عارف متين. انا كان بقى اللي انت عايز تعمله. ادريل الو ده. هدوس هنا. فيحدد لي ده. هدوس هنا. يشيل لي ده ويحدد لي ده. هدوس هنا يشيل ده ويحدد ده. الشيكة دي ازاي? الشيكة دي عن طريق اللي احنا نفعل الفيديو اللي هي الامبوت ريديو والنين. طيب ناقص حاجة صغيرة انا عايز اخلي اول واحد. ببساطة الشيكة ده جدا. هتيجي تقول له الامبوت ده عامل حاج فيها تجيوت اسمه شكرا على كده. وهو خلاص. فخلاص هو كده. ترى ما تشيك يبقى الهاي بتاعها موجود. اللي هو اصلا طبقت الفكرة دي. اللي هو لو لما لو عمل اشيكة. لو عمل اشيكة. اوين ياخد هاي مية وخمسين. فهو اصلا معمول اشيكة من الشيكة. فخلاص فهو تطبع. تمام جدا. جيت دوس هنا شلي ده وعمل ده. جيت دوس هنا شلي ده وعملي ده. دي فكرة ببساطة الاخورديون باستخدام التشيكة. الفكرة كلها على حتة ان انت الامبوت. ببساطة ان انت سخرت الامبوت ده تعمل بيه وظيفة ان انت ممكن تعملها بالجيكويري والجواسكيب تقعد فيها كتير. لان عملت من ريلي ده فكرة ان انا عمل اكورديون بالاتشيكة. اتمنى يكون الفيديو واضح جزيكم الله وخيره. السلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة